يحتافل العالم غداً لاتنين باليوم العالمي للمرأة والذي أقراته الأمم المتحدة ليكون مناسبة يتم فيها الاحتفاء بالمرأة في جميع أنحاء العالم عرفاناً بدورها في مختلف مناحي الحياة وأعلن صندوق تحيا مصر في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة غداً لاتنين أنه نجح في توفير 19.868 مشروع متنهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330.850.000 جنيه حتى الآن حيث يوفر برنامج مصطورة تمويلاً تصل قيمته إلى 20.000 جنيه لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل على امتلاك مشروع صغير ومتنهي الصغر كما تم تجهيز الفيفتاء أولى بالرعاية للزواج مع التنصيق مع برنامج مودة للحد من ظاهرة الطلاق وأيضاً تم توفير 42 مليون جنيه لسداد ديون الغريمات ترجمة نانسي قنقر